السلام عليكم اخواني المشاهدين اهلا وسهلا بكم. كما تعلمون احنا متواجهين في دواحي مدينة عزرو بالتبطيق لميفران. بعدما احنا واحد زيارة ميدانية اللي مشتلب ديال سيق لحده. اللي هو في دواحي مدينة عزرو. اللي جيل اليوم اللي هو يوم الخمسة و عشرين مع اخوان المحصرمين. اللي من هم السيم بارك موطف المديرية الاقليمية ديال البيدان. واللي سيدريس مقاول فهذا الشي ديال البيدان السقي واللباسة الى اخره. اهنا متواجدين فهذا لا في بيني بالضبط. بعدما جاء السيم بارك وشي خسني بعض الاشجار المتميرة. اه على حسب الاصناب وعلى حسب الانواع. ولكن الحمد الله كان الحمد لله بعدها على هاتشتاء بطاحت. اللي تفرحنا وتفرح للمزارعين. كما تعلموا دائما هربوا موحا دائما في زيارة ميدانية صوار ديالشتائيل ولا صوات ديال الاشجار المتميرة. انتما كتشاهدون الحمد لله. انتما بعدما قمضوا الناس ولكن ربو الله 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 اعطنا اشتاد يلو الحمد لله وانتبنا وانشاء الله يزيدنا في الخير بيالو. وانحنا غادي نعطيه الكلمة السيدريس اللي اطرحت هو. وغادي نعطيه الكلمة السيدريس اللي هو آآ ممتشركة اللي كي يدريتش ديال السقي بالترقيد وكي يدريتش ديال الباسع. السيدريس. السلام عليكم ورحمة شهر وبركاته. احنا اليوم الزيارة ديال السيموحة في هاد المشكل هذا. جينا نطلعه ونشوفه الأشعر المتبرة. نشوفه هاتلا قريف. هاد الموضيلات هادو. هاد الخيرات بكبارك الله. هاد المهارة هاد اللي في صبات فيشتال الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله لقيمة ذاك الشي اللي التميدينا ولي بغينا فهاد المشتل ديال السي حدو. مهم انا تنبغي وخا نخدم نسقي ندير الباسع ندير تنبغي نكمل تنبغي نشوف الأشعار طلعه ونشوف الخيرات. نشوف الأمور. نشوف المشتروع ان شاء الله ذاك شخصي نحن 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 نحن. نشوف الشي اللي تتعلم. نحن 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 نشوف أولاً شكراً لكم ومشاهدين الكرام أولاً شكراً لكم ومشاهدين الكرام لتجربة المشاتل الزروة خاصة في المنطقة لدينا معروفة ومشاهدين لدينا شيئاً هنا لتكون نموذج يشاهدون الإخوة الأخرى وهذا الشيء تبارك الله بالمقارنة على ما رأيتنا في أماكن أخرى أتشرح تبارك الله ومشاهدين الكامز موات في الأردراكا ومشاهدين ومشاهدين نتمنى إن شاء الله لدينا منطقة بردة العلاقة ومشاهدين ومشاهدين ونجبون لهم موذج لتأتي ونقوموا بإمكانهم إن شاء الله لكم وشكراً مرحباً بكم ونحن كما تعلمون سأعطي لكم محمد قلال وهو رب المشتل الذي سأعطيه بعض الإطاحات وبعض المعلومات في ما يخص اللي هو اللي يمكن بها تلك القيم وبها تلك الأصناف والأنواع محمد قلال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مرحباً بك السلام عليكم ومرحباً بالإخوان اللي جاءوا عندنا نرحبوا بهم ونهار كبير هذا والشيء الذي نريد يجب أن نعرفه على الناس ونتعاملوا معهم ويبقى عالقاء إن شاء الله السلام عليكم ومرحباً بهم ونعطيهم شيء لتفرحهم وتفرحنا معهم ونهار كبير هذا ونتمنى اللي يخدم اللي يعاونه والشيء اللي يفلاح اللي يقدروا يخدمها ونرى فيه الخير وفيه الخير كتير إن شاء الله اللي يقدم ويكبر وكانتمنى وتوفيق الجميع ودى سيموه سيموه حمد قلاة بغيت الله يضي عليك غادي أبروبوز عليك واحد سؤال بالنسبة لهذا الشتائيل اللي عندك كتبارك الله وما مصرحين من طرف مصلاحة ويقات نباتس أي المكتبرة الصحية وما زل غادي تحليل المخبارية لهذا الشتائيل باش نبكلنا الفلاح ويحصل على الشهدة الصحية ويحصل على الفواتير اللي هما مخلد ندى المدرية الأقليمية للفلاحة في أي منطقة شكرا كنتم بكثيرا على السؤال لتعرف نقطة مهمة بذلك لتعرف ويقوموا بها لأنه مصلاحة ومصلاحة لتعرف 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 ليس فيها ويحصلوا لدى الفلاحة ويقوموا منطمائن ويحصلوا لتعرف صدق نقطة مهمة الأخوة بالمصلاحة نحن نريد مصلحة لذلك تضع لا لا ونبخ ربحت الآخر كل شيء لا كذلك محمد سنعود نزيد الخيطة إن شاء الله كما هضركم سي محمد قلق اللي هو رب المشتل اللي هو عرف الأصناف دياله وعرف اللي بورتغريف وعرف اللي فريق التشاكة وكل واحدة في كينا ولكن انا بالسبالي انا كاسيقني متخصيص بصلاحات ويقاتنا بذات اللي اخدت فيها واحد سبعة وثلاثين سنة ومتقعت في 2011 ولكن ما زال كان دير تسبوع ديالي ما زال كان دير نصائح ديالي ما زال كان دير تشخيص ديالات على حساب الأمراض وعلى حساب أي حاجة ولكن الحمد لله سي قلح ديال محمد هما الناس يولي ديال البلادي اللي كنت تكتر بطني علاقة ديالهم في المراقبة الصحية ديال الشتائي دياله واحدة ديال ديالة دياله واحدة خمسة وعشرين سنة ولا عشرين سنة اللي كانت تبع معهمات شي ديال الشتائي والشي حتى ديال الأشجار القبرة احنا إخواني الفلاحة كما تعلمون بأنه هو الأشجار مخصص الواحد يمشي مثلا تأخذ السوق رأي اللي بغي يدير شئ بروجيت رخصو يقلب على الحاجة اللي هي أقرية ويشوف شئ حاجة اللي هي ماشي قيتمشي تشري وراء لقيته في تابر يغطى كي يخرج لك الخوخ برقوق يخرج لدوزل برقوق هذه كماشي خدمة لذا انا ما كندفع لحده ولا كندفع لش واحد انا كندفع لفلاحة وكندفع لجودة دائما الجودة والواحد قبل ما يدير شي حاجة يخصو يشوف الماء واش عنده الماء كيشوف يدير تحريد التربة واش يشوف العناصير اللي عنده واللي ما عندهش بمشي بكله ان شاء الله يتمكنون بعد عددك ساعة بعد غد يلتج باش يشوف ياخد الشتائيل ولكن كما قال سيقلاح الدو والسينبارك والاستدريس لابد الواحد اللي بغيديش مشروع رخصو يحيق اليه وسيرتو قاع الماء سيكون الماء هذا هو اللي بغينا نوصلكم لذا كان حيكم من ضواحي مدينة ازرو اقليم افران بالضبط واد مغرى في مجسل سيقلاح الدو الى فرصة قادية ان شاء الله الى اللقاء شكرا 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 واخر مزياد مزياد الفيديو مزياد الفيديو الساعة مرحبا مرحبا مرحبا